قفز التضخم في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي جديد ومن المتوقع أن يصل التضخم قريبا إلى خلات العشرات وهو ما سيؤدي إلى سلسلة من الزيادات الكبيرة في معدلات الفائدة مزيد في سياق التقرير أتالي خيارات صعبة تدرسها أوروبا لمواجهة أثار التضخم الذي بلغ مستويات قياسية لم يسجلها مكتب المفوضية الأوروبية للإحصاء يورستات منذ يناير من عام 1997 حيث تسببت الحرب في أوكرانيا في ارتفاع أسعار المواد الغذائية ومواد الطاقة أبرز تلك الخيارات هو لجوء البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة بنسبة كبيرة خلال اجتماعه المقبل في الثامن من سبتمبر الجاري بعد زيادة أولى في يوليو الماضي وبينما لا تزال أسعار الطاقة في منطقة اليورو تشهد أكبر زيادة على أساس سنوي مسجلة 38.3% في أغسطس ارتفعت أيضا أسعار المواد الغذائية بنسبة 10.6% في أغسطس أيضا بعدما كانت 9.8% في يوليو كما زادت أسعار السلع الصناعية بنسبة 5% وأسعار الخدمات بنسبة 3.8% وذلك بوتيرة متسارعة مقارنة بالأشهر الماضية وفي هولندا ارتفعت أسعار الاستهلاج بنسبة 13.6% على أساس سنوي حسب ما أفاد به مكتب الإحصاءات الهولندي المركزي وفي بولندا زادت أسعار الاستهلاج بنسبة 16.1% على أساس سنوي في الشهر نفسه وفق تقديرات أولية صادرت عن المكتب الوطني للإحصاء وسجلت إيطاليا تضخما قياسيا غير مسبوك منذ عام 1985 بلغ 8.4% بحسب تقديرات أولية نشرها المعهد الوطني للإحصاء أما فرنسا فتباطأ فيها التضخم للمرة الأولى منذ أكثر من عام لكنه لا يطال فقط مجال الطاقة بل أيضا قطعات السلع والخدمات حيث سجل 85.10% على أساس سنوي بحسب المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية كان التضخم في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة قد وصل في أغسطس إلى 9.1% على أساس سنوي مرتفعا عن الشهر السابق والذي سجل 8.9% وتعد هذه الأرقام الأعلى في تاريخ مستويات التضخم بأوروبا منذ 25 عاما